لما بادا منك القابول لما بادا أنا أولا قريت في المنظمة العلوية الرعية المكفوفين ومن بعد قريت في لافاك بحل الدوزي بحل سعد المجرد لدك سعي الله كان بادي كانوا يعجبوني الأغاني ديالو الطموح ديالي إن شاء الله هو نكون نجم من نجوم الفن من نجوم الكبار في الفن في المغرب لأنني واحد الفنانة متألقة لإسمي سالما راشيدو القادية اللي يقولك علش ما تقراش القرآن علش ما تقراش القرآن الاسم ديالي هو عماد العطفي سين 23 سنة كانت سكون في النواحي ديال مدينة موراكوش بالضبط في دوار بوخريس اللي بعيدش شوية على البيست واللي محسوب على جامعة حربيل كان قراف جامعات القاضيعيات مسلك القانون أنا أولا قريت في المنظمة العلوية رعية المكفوفين اللي كيف ما كتعرفوا أنها فيها غير ثلاث تاسعة من بعد فتحولت التنويات سحنون تأهيدية اللي قريت فيها التنوي ومن بعد قريت في لافاك وكان حاول نفق بين التعليم والفن اللي هو الهواية ديالي المفضلة في الأول فاش كنت صغير كان كي يعجبني نتسنت للموسيقى ونسمع لبثاف ديال المغنيين بحل الدوزي بحل سعد المجرد ليدك سعي الله كان بادي كانوا كيعجبوني الأغاني ديالو من بعد فكنت عندنا وحد الحصة ديال الموسيقى في المدراسة كنا كنديرو الآن ناشيد وهو يقولي يا واحد الأستاذ نوت غني لنا الناشيد فكل أداء ديالي مزيان بزاف وقال لي صوتك زوين وكيف ما تيقولوا من تم مبدأت الحكاية يعني من بعد فاش كما قلت لك طردك الشي من بعد فدرت أنا كونت راسي براسي درت بزاف ديال الحويج كأنني درت انستاغرام درت موقع في مواقع تواصل الشيماعي انستاغرام تيك توك والحمد لله في تيك توك جوني في بزاف ديال الميساج زويني اللي شجعوني وخلوني أنني نكمل والحمد لله عندي في المتابعين شوية كتار واللي الحمد لله معروف شوية إلا أن هاد الشهرة بالنسبة لي ما زال ناقصة لأنها تتفتقر لما هو مادي حيش كيف ما كتعرف إذا بغيت ننتقل مرحلة خلف مرحلة أخرى في الفن خاصني واحد دعم مادي اللي يكون قار باش نقدر نساير به الاستمرار الفني ديالي هما كيجوني كيف ما قلت لك كيجوني دي ميساج اللي زوينين وفي نفس الوقت كينين بعض المرات كالقى ديكومونطيغ نيغاتيف ولكن أنا مدم أنني واتق من راسي وعرف راسي شنو باغي أو لاش باغي نوصل ما بالأكس هادوك انتقادات اللي كتجيني خاصة بالأكس خاصة تكون حافز ليا باش نزيد القدام الطموح ديالي إن شاء الله هو نكون نجم من نجوم الفن من نجوم الكبار في الفن في المغرب اللي كي تضرب لهم ألف حساب إن شاء الله ونقول لي واحد من أكبر الفنانين علاش الله بصراحة السنة اللي فاتت كانت فأ الخير عليها حيث أني واحد الفنانة متألقة اللي اسمي سالما راشيد ومن هاد المنبار كنشكرها بزف 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 لأنه كنت عملت واحد الكوفر الأغنية ديالها ديال دونيا يا دونيا اللي كانت الجينيريك ديال مسلسل كينة دو روف وعجبها الكوفر اللي درته وبوستاته عندها في انستغرام وصفتت لي ميساج قلت لي صوت كزوين وبصراحة حفزتني بزف وكنشكرها بزف بزف على الدعم ديالها ليا علاش لا إلا كتابت علاش لا كينش واحد كيرفض بحالة الفورس أنا كنقول لها أنا مكراش تصراحة إلا كان هاد إلا كان شي ديو ولا شي عمل غادي يجمعني بها أنا أكيد غنكون فخور براسي بالعكس حيث أنا عارف غلي تفتح لي بزف ديال البيبان إلا مشيتها درت معاها شي عمل جماعي دروري كين تحفيز الأسرة ديالي هي من المدعيمين ديالي في هاد المجال ديال الفن وحتهم ما كي يحفزوني بزف لأنهم عارفين عارفيني مزيان وواتقين من الموهبة ديالي بزف مشكل كبير هو أنا غير هاد العام غير هاد العام خرج واحد الأغنية اللي كينف الشين يوتيوب ديالي عماد العطفي اللي اسميسها مشي شي زعفان اللي هي الكلمات والألحان ديالي والتوزيع ديال سيد راشيد بومهدي اللي من هاد المين بار كان بغين نوجه لي واحد تحية شكر كبيرة وكبيرة بزف ومعمرني غادي نسى دك شي اللي دار معايا هو أنا بزف ديالي السيل كي يعجبوني وكنقدر نبدأ فيهم ولكن السيل اللي قريب لي على قلبي هو السيل العصري لأني هو اللي كاللقى في راحتي وكنقدر نبدأ فيه كتر هو أنا صراحة وصلوني بزاف ديال اللي ما يصعزوا بزاف ديال التعاليق على هاد القادية اللي كي يقولك علش ما تقراش القرآن علش ما تقراش القرآن أنا بنسبري القرآن القرآن بطبيع الحل كي يجي في المرتبة الأولى وأنا عارف بيني وبين الله ونيتم زيان باش نجاوب بزاف ديال الناس انا القرآن ارى في قلبي وعارف داك شي حيت بزاف دي الناس كيبقي يقول لك سير تصلي سير تقرأ القرآن سير اي ارى انا را كنصلي را مقابل صلاتي وما كان نزقلش لي على وقت دياله ولكن انا عندي واحد الموهيبة اللي هي الغيناء يعني ممكنش انا نخلط بيناتهم انا كندير الغيناء بغيت نوصل في الغيناء بغيت ندير شي حاجة في الغيناء والقرآن كما قلت لك را على راسي وعيني را القرآن هو اللي وراه هو المرتبة الاولى ولكن الغيناء هو الموهيبة ديالك لخصم يفهموا下ها القادية الشهراء شهراء شهراء ونوصل موهيبة ديالي للناس لان كل واحد مشهور كيف ما كتعرف كل واحد عنده الضومين دياله مثلا مثلا شي لاعب ديالكورة مثلا مثلا فرضوحنا لعبة ديالكورة كيبغيو كورة المغنين كيبغوا اللغنا كل واحد هو الموهيبة ديالو الهيواية ديالو فن ك ييرتاح يعني كيب بدي أنا قولك والله ما كانت تسوق ليهو ما كانتسوقش هنا الانتقادات الصراحة بالاكس بلعكسة دوك انتقادات كان عرف انا بنادم غير بحلا فهمتي بنادم باش كينتقدك عرفوا راحاديك عرفوا راح ما بحلا ما حاملكش فهمتي يعني انا انتقادات ما كان عطيهمش واحد واحد القيمة كبيرة حيث انا عارف راسي وعارف عارف القيمة دي الراسي لما بدا منك القابل لما بدا منك القابل اخرجتو من سجن الاسا اي 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 وزجابي عين الوصول وزجابي عين الوصول فصرتو بي كمؤناسا اي 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 و لاست من قلبيанизيد تازول و لاست من القلبي تازول تزول كل الصباح والمساء آي 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 اشتركوا في القناة